وسائل لاغتنام شهر رمضان المبارك الوسيلة الأولى استشعار أهمية الموسم ينبغي أن نستشعر أن شهر رمضان شهر عظيم بل هو سيد الشهور شهر رمضان له أسماء كثيرة شهر الصيام، شهر الصبر، شهر القرآن، شهر الإحسان، شهر المغفرة له أسماء كثيرة وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى الشهر الوحيد الذي ذكر الله اسمه في القرآن هو شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ومن الوسائل أيضاً تانياً أدعاء احرص في الدعاء في شهر رمضان فشهر رمضان شهر الدعاء ومن الوسائل أيضاً صدق النية لاغتنام رمضان لتكون نيتك صادقة لاغتنام هذا الموسم العظيم رابعاً ضع خطتك الرمضانية يبغي عليك أن تغتنم هذا الشهر لوضع خطة رمضانية خامساً التخلص والتخفيف من الذنوب فشهر رمضان شهر المغفرة والتوبة إن لم تتوب في شهر رمضان فمتى تتوب سادساً ساعتان لا تفرط فيهما مهما كان الثمن الساعة الأولى قبل الإفطار والساعة السحر هذه ساعتان اجعلها خالصة لوجه الله تعالى وأخلص فيها في الدعاء سابعاً منافسة الأخيار ينبغي عليك أن تتنافس مع الأخيار في قراءة القرآن وفي عمل الطاعات سابعاً التعرف على أحكام الصيام العلم يؤخذ بذخول وقته فينبغي عليك أن تعرف أحكام الصيام لكي تعبد الله على علم وبصيرة تاسعاً مجاهدة النفس ينبغي عليك أن تجاهد نفسك في فعل الطاعات عاشراً سم صيام المودع هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر